سالي رحا نبقى بعالم الفن والجمال ومن جماليات الخط إلى الرسومات والزخارف والزينة والأشغال اليدوية التي تتعلق بشهر رمضان المبارك بتعرفنا عليها السيدة عالية نعيمي فناني تشكيلية وعضو جمعية التحف الشرقية باتحاد الحرفيين رمضان كريم ويسعد صباحك سعد صباحكم ورمضان كريم على المشاهدين جميعا يسعد صباحك العامو أنت بخير؟ أنت بخير يا رب يعني مثل ما بنعرف دائما لمسة الزوء والفن والجمال هيك دائما بتطغى على أي مشهد كيف إذا كانت لها خصوصية بشغلها بعملها وبإتقانها خلينا نحكي عن حرفة العجمي شو هي حرفة العجمي؟ نعرف علي مشاهدينا تفضلي حرفة العجمي هي حرفة تراسية أصيلة ودمشقية بالخصوص هي بتقوم على زخارة فن نافرة للخشب نعم عادة كانت البيوت الدمشقية القديمة مزينة لأسقف والجدران بهذا الفن له طريقة معينة بتركيب الخلطة التي هي استخدمها لرسم زخارة فن نافرة مع الوقت هذا الفن بلاش يصير انتشاره قليل لأنه البيوت العربية ما عادت مثل الأول نحن صرنا نحاول ننقل هذا الفن للوحات قابلة للأقتناء أو قطعة صغيرة ممكن تكون سنديق ممكن تكون لوحات صغيرة لحتى تظل مستمرة وتناسب الزوء الحديث حلو نعم خلينا نحكي اليوم عم نشوف قدامنا منتجات كثيرة الزجاج الملون الخشب المطعم خلينا نحكي عن أول شي خلينا نبلش بالزجاج خلينا نعرف أكتر عن هذه الحرفة والمنتجات الموجودة قدامنا نحن عندنا زجاج يدوي هذا زجاج يدوي كمان ينتج بطريقة كثير فيها صعوبة بس هي بتعطي شكل حميم وجميل القطعة بيكون إلى ألوان معينة زجاج يدوي غالبا بيكون بألوان العسلي والأخضر والأزرق نحن ناخد القطعة حسب الفكرة اللي نحن حابين ننفذها ممكن تكون شمعدان ممكن تكون فازة وبيتلي هذا الحكي أنه نعمل عليها زخرفة وتصميم ليزيد جماليتها أكتر نحن معنا قطعة هون هي شمعدانات مزينة بالرسم اليدوي ممكن ينحط فيها مي والشمعة بتكون على سطح المي نعم يعني كمان عم نشوف زينة رمضان دائما بتبرز بأحلى حلة خلال هذا الشهر خلينا نحكي عن القطعة اللي موجودة بإيدي خيط كمان خير رمضان هلأ هون كمان عنا زجاج يدوي وأعنا وأعنا وزي شكلها معك كسرت نرتي خليها عندك مشان تبين على الشاشة طعم خلنا نحكي عن القطعة في هذا الزجاج يدوي نحنا حكينا أنه ألوان متعددة نحنا فينا نضيف التصميم كمان بحيث يناسب موضوع الزينة نعمل عليها ممكن رسمة درويش أو عبارة معينة تناسب المناسبة اللي نحنا بصددها رمضان أو العيد أو أي شيء عم نشوف الخطوط المستخدمة والألوان المستخدمة على الشاشة هي كمان من بتوحي يمكن بالنقاء بالصفاء خلال الشهر الكريم تمام هلأ نحنا عندنا القطعة الثانية عندنا كمان عدد موادات الرزين هو كمان فينا نطبق بقلبه مواد مختلفة ممكن نضيف أصبغة ونضيف نباتات مجففة أو أي خامة تانية نحنا بنقدر نحطها وتظل زاهرة من خلال القطعة أيضا يمكن عم تنعرض علي بعض الصور التي هي من عمل حضرتك على الشاشة أيضا عم نشوف لمسات متعددة هيك ما في طابع واحد يعني مزيج بين الأصالة والحداثة ولكن بطريقة راقية جدا عم نشوف دخول ألوان جميلة من السماوي النيلي والأبيض هلأ أنا حاولت تطور حرفة العجمي لحتى تناسب خامات مختلفة طبقتها على مادة الفخار وعلى الخزف وحتى على الزجاج أحيانا هلأ نحنا كمان المادة اللي لدينا ممكن تكون فازة ممكن تكون على البيت محارم ممكن يكون شيء للاستعمال اليومي شمعدان على البيت الضيافة كمان بقدر أنا طبقها على مادة الخزف هلأ هي القطعة الخزف مشغولة بالمادة نفسها العجمي بدون تلوين على اللون الأصلي حلو زمنا نشوفها كلا تخلص أصور أيضا كمان عم نشوف مثل ريش التعوص أيضا عم ننعارة حتى رسمة الدرويش كمان هي من الرسومات اللي بتبرز خلال الشهر الفضي تماما هي مناسبة يعني بتوحي بالروحانية بالروحانيات فهي وردة ممكن تعمل على لوحة خشبية ممكن تعمل على أطعاد زجاج يدوي ممكن تعمل حتى على شمعدان خشاب زيان بالدرس مثل الدرويش نفسه نعم يعني لما نحكي ستة عالي عن زينة رمضان بتتعدد المشاهد شفنا مع حضرتك الزجاج الملون شفنا الشمعدانات كمان خلال نحكي عن هاي القطعة اللي موجودة بين إيدي هاي شو؟ هاي القطعة خزف هي مفخار هي فازة الخزف بيتعتق ممكن أنا أعطيه اللون اللي بحبه ممكن يشبه الخشب اللي هون أنا مختار اللون اللي بني حتى يشبه إحساس الخشب نعم ومنفذ عليه الرسوم النافرة بمادة العجمي نفسها بس على لونها بالإضافة للون بسيط ممكن والزخارف اللي موجودة إلى طبعك هاي زخارف التصميم بيتباع الشكل القطعة نفسه يعني كل قطعة بتوحيلك شو لازم ينشغل عليه أيضا عم نشوف سندي وعم نشوف شمع هذا صندوق ليكو حضرتك إذا في مجال نمسكو ونعرضه هلأ هذا الصندوق هو منفذ بطريقة العجمي التقليدية اللي هو بيكون له عدة مراحل جميل هذا حرير بكاج أولا شي منصمم الرسم ومنوزع المساحات الرسمة بتتعبى بالمادة النافرة فينا بس نفرجع الكاميرا تمام وبعدين بعد ما يتنفذ الرسوم نحنا منعبي الألوان على المساحات الأرضية والرسمات النافرة ممكن تنعطى لون ذهبي أو فضي أو ألوان الزهوري اللي نحنا منختارها وفي مراحل متعددة لإنجاز العمل خيروك تسير يعني خلنا كمان نحكي عن تنوع الخامات عم نشوف الخشب الزجاج والفخار قديش اليوم تنوع هاي الخامات بيعطي خيارات للمصمم أو للحرفي لا ينتج منتجات متميزة وحتى متنوعة هلأ هو الخامة ضرورية يعني الواحد لازم يتعامل بذكاء مع أي شيء يشوفه ممكن غصن الشجرة نفسه أنا بشكله يوحيلي أني أستخدمه بمنتج ماشا معدان أو حتى بتعليقه لأكسسوار وتتزيم بأي طريقة أنا بحبها ممكن برسم نافر أو برسم عادي واستخدم الألوان يلي بتناسب الأزواء بمختلف يعني الناس بتحب الألوان التقليدية ناس بتحب الألوان الموديرن فممكن هذا الحكي ينفع شوف شمع أيضاً لشهر رمضان هذا الشمع يلي أيضاً مرسوم علي زخرة في مولوية هلأ هون نرسوم علي الدرويش وفي عبارة صغيرة روحي هو روحي هاي العبارة للحلاج كمان منوحي مناسبة رمضان الكريم في عنا كمان لوحة هون نرسوم عليها الدرويش ممكن تتعلق على الحيط نرسوم عليها كمان حركة من حركات الرقص المولوي تمعون في هون كمان الشموع اللي بتجي بطريقة تانية هيك أفقية كله حلو اليوم قديش نوع الخامة بيفرض وجودها بمكان معين يعني في قطع معينة منحس العزمة تكون بالصالون قطع معينة ممكن تكون زينة بغرفة الأكل قدش اليوم كل نوع من هاي الأنواع لازم يكون موجود بمكان معين توزعوا السفة البيت بمكانه المحدد هلأ الفنان المبدع هو اللي قادر يدخل بكل الأماكن ويطوع أسلوبه اللي يكون موجود دائما هلأ ممكن حتى بالكاسات الشرط ممكن بالكوسترات اللي تحت المق أو حتى على المق نفسه نحنا نقدر ننفس تصاميم فيه شي من الحداثة فيه شي من التراث ممكن تكون زخارف ممكن تكون عبارات ناثرة ممكن تكون حتى شخصيات كرتونية أو صور بيختارا صاحب القطع نفسه يعني عم نشوف مزيج نرجع منقول بين الأصالة والحداثة بطريقة جميلة جدا بدنا نرجع نتشكرك نتشكر وجودك معنا بدنا نعايدك بشهر الكريم شهر رمضان المبارك نعاد عليك وعلى عائلتك بالخير والصحة والأمان نورتي صباحنا لليوم ترجمة نانسي قنقر